سوق العبور اللي هو يعتبر واحد من أكبر أسواق في مصر وعندك هنا جنبنا جنبنا هنا سوق 6 أكتوبر وبالتالي إيه اللي أدل ده فأنت النهاردة بتشغل على نعمل بنحاول مفيش دولة بتكتفي ذاتي من كل شيء بس عشانه بقى وضحين يعني مفيش دولة في العالم وإلا كانت أمريكا أكبر اقصاد في العالم ما خليتش حاجة من الصين ما كانش بقى عندهم الحرب اللي بينهم التجارية أو الصين اللي هي كل شيء اللي يعني كل شيء بمعنى الكلمة يعني كل دولة جزء منها العلاقات جزء منها التحقيق التوازن جزء منها التجارة ما بين الدول المختلفة ما حدش يقدر نهاردة وقولك أنا أفلت عن نفسي عندي كل حاجة مش عايز حاجة من حاجة مش حدش بيعمل كده بالمناسبة نهائي خالص لكن أقدر أوفر احتياجاتي مع أستورد يعني كميات بسيطة عما هو عليه حاليا ده مؤكد الخطة اللي شغالت دولة عليها واللي زي ما بقولكو هي دي النهاردة سيطة الرئيس كان بيؤكد على هذا المشروع وأهمية هذا المشروع مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية أو الانتاج الزراعي وطمن المشروع القومي الدلتة الجديدة اللي هي ينقل زي ما بقول كده توفير فرص عمل ملايين فرص العمل خلال الأربع سنوات القادمة التوفير كميات هائلة من احتياجات الشعب المصر خلال الأربع سنوات القادمة خليوا بالكو احنا بنتكلم على سنتين احنا بنتكلم على انتاج يا دوب بادئ بقى لنا سنتين بنتكلم مشروع ده مشروع ده ما بقوش عشر سنين بقى له سنتين فهي بداية وبتشتغل ده وبتشتغل غيره وفيه مشروعات تشغلين فيها ما تم تاني بقول ومن المميزات المحترمة جدا احنا ما رحناش في يوم الايام مع سيادة الرئيس كان سيادة الرئيس راح الرئيس اليوم يشهد وضع حجر الأساس الرئيس ما عملهاش من الفين واربعتاش وتقريبا معظم جولات الرئيس بره او جوه موجودين مع سيادته مفيش مرة رحنا كده سيادة الرئيس نمسك وضعنا حجر أساسنا مفيش حاجة اسمها كده فيه رحنا عملنا ايه نفتتح مشروعات وليس وضع حجر أساس وفيه مشروعات تؤجل افتتاحها عشان لازم تتعمل ميبقاش فيها ايه يعني واحد مشروعات مرة اتأجل لانه كان لازم يتعمل كذا وتعمل بعدها بعدها بكم شهر يعني مش حاجة اسمها في البلد النهاردة ان انا بحط حجر أساس لمشروع انا بروح افتتح المشروع هتشوفوا الايم الجاي الايم الجاي ان شاء الله وعليكم خير هتشوفوا مشروعات احنا ولا شفناها ولا سمعنا عنها ولا حاجة هتلاقي مشروعات هتلاقي فتحات وتلاقي حاجات هتشوفوا حاجات في فترة الجاي ان شاء الله هي دي الدولة عشان كده اي حد عنده مشروع او عنده حاجة يصبر عليها يقفى عليها كده وما يقولش غير لما ايه ظهرت زي المستقبل مصر كده شفناه لما الرئيس راحه